عندي أيضاً صورة جميلة جداً النهاردة من جماهير النادي الأهلي إن دلت فإنما تدل على الوفاء على الحب المتبادل ما بين جماهير النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي اللي لما بيغيب رمز من رموز الإدارة في النادي الأهلي الجماهير بتاعي وتعرف جيداً قيمة هذا الرمز وبالتالي بتبادل الحب بالحب وتبادل المعروف بالمعروف وتبادل الإحسان بالإحسان فحشوف الصورة النهاردة والفترة الخاصة بيه السيد العمري فاروق فترة وحتعدي العمري فاروق قد التحدي مرة تانية فترة وحتعدي العمري فاروق قد التحدي صدقوني دي ملخص المباراة النهاردة ده بالنسبة لي أنا مباراة النهاردة شكراً لجمهير النادي الأهل شكرا للجماهير الوفية اللي بتبعت رسالة للعمري فاروق الرمز والقيمة والإنسان قبل كل شيء اللي يعامل العامري فاروق الوزير السابق للشباب والرياضة في مصر تعرف قيمة هذا الرجل بأدبه الشديد الجم بأخلاقه بجبره للخاطر في مواقف كتيرة جدا 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 بعقليته المتفردة فالنهاردة الجماهير بتبعت رسالة للعمري وهو في غيبوبة منذ أن دخل المستشفى حتى الآن لكن ربما تصل إلي هذه الرسالة بالإحساس ربما تصل إليه في أي وقت من الأوقات ويعرف إن وراء جماهير بتنتظر عودته تعرف إن وراء محبي اللي بينتظر عودته مرة تانية بندعو ربنا سبحانه وتعالى إن هو يمن على السيد العامري فاروق بالشفاء وإن شاء الله بإذن الله قد التحدي والعمري فاروق إرجع مرة تانية زي ما أعلن الجماهير النادي الأهلي في اللافتة الإنسانية جدا جدا في مباراة الأهلي ومديامة الغاني اليوم طيب قبل ما روح زي ما قلت لكم الزمالك غدا 22 لعب بقائمة الزمالك لمباراته أمام أبو سليم حرس المرمى محمد عواد عبد الرحمن نفاد ومعاز علاء الدين خط الدفاع عمر جابر وحمز المسلوس ومحمد عبد الغاني محمد طارق محمد عبد الشافي حاتم سكر وأحمد زاكي خط الوسط نبيل عماد دونجا ورؤة وعمر السيسي وبيسو وسيد نمار وزيزو وشي كبالة إبراهيم نضاي ويوسف أوباما خط الهجوم سيف الجزيري وناصر منسي وسامسون كنولا وسامسون على فكرة حيكون مفاجئة مفاجئة معتمل جمال في مباراة الغد طيب أقول لحضراتكو برضو سريعا أبو سليم إحنا قلنا دلوقتي مصادر قوته زي ما أوضحانا كابتن سامير كامونة المتواجد في الدوري الليبي في نفس مجموعة أبو سليم